بقضية مهمة وتفصيلة بسيطة أن اليوم بهذا جسم العملية الهزيل لا تنفع المسكنات والمهدئات نحتاج إلى رؤية صحيحية وخاصة في ظل هذه المخاضات وخاصة سمعنا وسمعتم أن هناك يمكن أن تكون هناك رؤية للسيد الصدر في قوادم الأيام وإلا ما يمكن أن يبقى ساكتا على هذه الأمور التي تحصل وخصوصا أن رسائل وصلت إلى السيد الصدر أن يعطي رأيه بمجمل هذه العملية السياسية الحاصلة وخاصة بعد ثلاثة أشهر من مضي هذه العملية السياسية وبعد أن وعد السيد السوداني بأنه خلال ثلاثة أشهر إذات الذكرين سيدتي الكريمة وعد بأن تكون هناك انتخابات ولم يحدد هذه الانتخابات أو آلية الانتخابات أو وضع مشروع الانتخابات سواء انتخابات مجالس محافظات أو بدء بقانون جديد للانتخابات البرلمانية ولذلك أعتقد أن هناك مطبات لا زالت في جسم العملية السياسية ولكن وهذه مهمة ويجب أن يفهمها كل السياسة والمتربصين العملية السياسية إن هذه فرصة مهمة لا بل يمكن فرصة أخيرة يسموها حكومة تقدير المخاطر إن لم تقدر المخاطر المحيطة بجسم العملية السياسية ويبقى هذه الفوضى السياسية وهذه الجهال السياسية في العمل السياسي أعتقد أن مآلات خطرة قد تنتظر العملية السياسية برمتها وقد تنسف هذه العملية السياسية وقد يأتي جيد جديد ويكون هناك إزاحة جيلية لهذه الأحزاب التي ما زالت لحد الآن تعتاش مع الأسف قوة المواطن الذي يهرب إلى دول الجوار ولذلك وجبت أن تكون هناك نظرية اقتصادية وجبت أن تكون رؤية تصحيحية ما ممكن العراقي يعيش بواقع غاطس بالأخطاء طيلة أربع حكومات وهذه الحكومة الجديدة ولذلك استشعار الكل بخطورة المرحلة مهم في هذا الوقت الصعب والحرج في تاريخ العملية السياسية